اشتركوا في القناة وموضوع اليوم كذلك انتوما اللي ألحيتوا عليه وأصريتوا عليه وأنا تعرفوني أنه ما نجيب لكمش حاجة حتى نكون متأكدة منها موضوع اليوم انتوما اللي كنتو تسروا عليه وربما أنا خديت وقته يعني في الإيجابة عليه لأنه كنت نبحث على الحاجة اللي تكون عندها نتيجة رائعة جدا وفي نفس الوقت أنا دائما نحب يعني في حاجة نستفادوا منها من بزد حويج يعني ما شي غير هدك الحاجة والسؤال يطرحتوه فقط إذن موضوع اليوم هو طريقة لنفخ طريقة أو تدبيرة طبيعية من أجل نفخ الخدود إذن تدبيرة طبيعية أو طريقة طبيعية من أجل نفخ الخدود إذن القناع تعاليون باش نقضوا النفخ به الخدود تعنا بمكونات جد جد بسيطة ولكن نتيجة تحها رائعة جدا ورهيبة كذلك القناع ما هو ش رح يعمل على نفخ الخدود فقط وإنما كذلك رح يعني يصفيننا البشرة تعنا تعالي وجه بينسيخ كذلك رح يغضيننا البشرة تعنا كذلك رح يقلصنا من المسامات اللي تكون مفتوحة كتير للسيدات اللي عندهم والأنسات يعني عندهم مشكلة المسامات المفتوحة اللي تكون عريضة بزاف رح يعمل على تقليصها كذلك كذلك يعمل على تنظيف وتطهير البشرة يعني عنده كتير كتير من الفوائد لكن الحاجة المهمة هي أنه يعمل على تنفيخ الخدود بشكل طبيعي لكن فقط كما نوصيكم لازم المدومة على هذا القناع كذلك يعمل على شدة عضلات الواجه لأنه لما ينفخنا الخدود تعنا بطريقة طبيعية بدون يسعمل مواد يعني كيميائية وهذا الشيء هدهنا وشيهمنا لأنه أنتم ما أصريتوا على هذا الشيء النقطة هذه بالذات أنه يكون حاجة طبيعية وأنا مبتقي من المكونات بسيطة جدري إذن وش عندي هنا يا عندي ماورد عدنا ماورد وعندي الليمون يعني نحتاج بعض القطارات من عصير الليمون وعندي هنا يا المكون الأساسي والرهيب اللي هو الطحينة رايت نبيع في العلب طحينة اللي نخدم بها يعني هكتير من الأشياء المكون الأساسي تحليه هو الحمص الطحينة اللي تكون على هاد الشكل شوفوا كيفاش أنا جبتها هكتا من العلبة مباشرة شوفوا معايا هكتا يا تكون هكتا لازجة وتكون كما قولوه هكتا على شكل كما قولوه بوماد فولا هكتا يا شوفوا معايا هكتا ها وشاني هنضيف لها هاد الطحينة هادية لكوا شوفوا فيها هاد المكونات اللي راهم معايا فقط شوية من ماء الورد باش زي تنحلي مليح هاكتا يا وبعض القطارات من الليمون فقط هاكتا دي جاكي تحبوا تستعملوها فقط من أجل تفتيح البشرة وفي نفس الوقت يعني نفخوا الخدود تعنا تقدوا تستغنيوا على ماء ورد وتستعملوا قطارات من الليمون راح تتبيض لكم البشرة لتعكم بطريقة رهيبة جدا نجربوها وراح تنال إعجابكم أنا على بالي أولا خلوني ثاني نشكركم لأنه في كتير من السيدات اللامو يستعملوا الوصفات ويرسلوني يقولوني أنه نتحت معهم ونا هاد شيء فرحني ودقي ما نقلت لكم ما نجيب لكم مش حاجة حتى نكون يعني مجربتها ومتأكدة منها إذا شوفوا معايا هنا هايليك لما زدنا شوية ضفنا الماء ورد للقطارات من الليمون زيت تتحلت شوية هادي هي إذا نجينا يا واش نجيب شوية من هاد الطحينة هادية معا اللي خلطنا فيها قولنا ما ورد وخلطنا فيها قطارات من الليمون ونحطوها على الوجه أما بالنسبة كنلاحقوا منطقة ندهنوها بهذا الشكل هكذا شوفوا وكندلوها يعني نلحقوا منطقة الخدود وحين نكتروا نحن دلو نكوش شوية إيباز تكون شوية خشينة ونخليوها مدة 40 دقيقة ممكن نستعملوها تلت خطرات في الأسبوع أو كذلك مرتين إلى تلت خطرات في الأسبوع وراح نشوفوا أنه في خلال شهر أنه الخدود بدأت يعني تاخد شكل آخر ويولو عندكم ديبومات يعني لكن حاجة خفيفة بشكل طبيعي وجميل جدا ومتأكدة ونخافوش منه كذلك أما بشرة الوجه راح تكون نظرة لماعة وبراقة يعني راح تكون كما قولوا ضاوية البشرة تعني راح تكون ضاوية لأنه التلمونية جربتها وتبيض مليح البشرة من قدما نفسر لكم حتى تجربوا باش تعرفوا معنا الكلام التاعي إذن هكذا نخلوها مدة 40 قد حتى 45 دقيقة تعمل مفعوتها على الوجه التعني وخاصة على الخدود ومعد ذلك نشلوها بالماء فقط ما نضيفوها حتى إضافة كذلك من فضلك لأنه في كثير من السيدات تقول لي جارتي شافتك وقاتلي أنه قدرتي هاد المكوين الفلاني وتقول لي متلا أختي شافتك وقاتلي هكذا يا لا من فضلكم كذلك حنا نبرتاجي ويعني هاد الحساس كلها على مواقع تواصل اجتماعي فبتالي باش ما تخطؤوش كيم ما تعرفوش حاجة أو أنا يعني ما يكوش عندي الوقت وما نرجعش عليكم فممكن أنكم تروحوا تشوفوا الحسة من في على اليوتيوب ولا هقداركم راح تشوفوا المكونات ما تزيدوا ما تضيفو أشياء لأنه ممكن مكوين مع مكوين أنا مادرتش عليها راح يعني يؤدي يعني إلى تلف الوصفة فبتالي ما راح تحصلوا على حتى نتيجة لكن لما تجربوا الوصفات كما نقولها أنا بالمكوينة اللي نمدها لكم راح تحصلوا على نتيجة رائعة جدا وتسفادوا من الوصفة إذن كما قلت لكم كاليوم قناع من أجل قناع طبيعي من أجل نفخ الخدود نتمنى أن نكون سفتوا مليح وأنه يعني شرحت لكم مليح كيفاش طريقة الاستعمال وكيفاش تكون راح تستعمله إذن دائما كما قلت لكم نحييكم وقلت لكم كانت معكم وسيلة بولحية في حسة مع السفيرة السلام ونتلقوا في موضوع آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة